قلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن عدد السودانيين الذين قد يصلون إلى تشاد وجنوب السودان ربما يصل إلى 270 ألفا وقالت ممثلة المفوضية في تشاد لاورا لوكاسترو قلت إن 20 ألف لاجئين وصلوا إلى هذا البلد ويتوقعوا أن يتبعهم 100 ألف آخرين قرب الحدود التشادية مئات السودانيين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بلا مأوى غدوا وقد أجبرتهم آلة الحرب والعنف الدائر في بلادهم على الفرار بأرواحهم أمني ما فيه وأننا جينا ولا درجة ولا أكل ولا شراب ياهو جينا قاديهم ومغتاجين مغتاجين هاجات كثير وجد السودانيون على ما يبدو حيزا لنجاة في ظل هدنة لا تزال قائمة فتدفقوا فرادا وجماعات إلى دول الجوار علهم يجدون أمانا مفقودا في بلادهم تقول تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 20 ألف سودانيين وصلوا إلى تشاد إنها حقا تعمل عكس الوقت لأن الناس في أمس الحاجة إليها وهم قريبون جدا من الحدود ويحتاجون إلى إعادة توطينهم ثم نحتاج أيضا إلى الوصول إلى الأشخاص الذين يعبرون الحدود ولكن في الوقت الحالي نعمل مع 20 ألف لاجئ كرقم تشغيلي لكننا نخطط لما يصل إلى 100 ألف في أسوأ سيناريو أعداد المتضفقين إلى دول الجوار هذه مرشحة للزيادة في بلد كان يضم أكثر من مليون لاجئ قبل بدء الصراع تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات النزوح الداخلية في السودان بلغت 3 ملايين و700 ألف نازح فضلا عن عودة اللاجئين من جنوب السودان إلى ديارهم سيكون الأثر الإنساني لهذه الأزمة قاسيا جميع عمليات المفوضية في البلدان المجاورة للسودان والتي تأثرت بهذه الحالة الطريقة الجديدة تضم بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا وخارجيا وتعاني أيضا من نقص حاد في التمويل هناك حاجة إلى دعم الجمهور لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب لأولئك الفرين من الأعمال العدائية هكذا بدت شوارع إحدى أكبر المدن كثافة في إفريقيا مع مغادرة العدد الأكبر من المدنيين بيوتهم في العاصمة الخرطوم وبقاء من ظل منهم مختبئا في بيته أملا بالنجاة ترجمة نانسي قنقر